الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور حسين غلاوي الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك معنا دكتور حسين من ناحية الاستراتيجية لمعركة الحويجة وتحريرها من تنظيم داعش سبقتها معركة الموصلة التي استغرقت لشهور طويلة دلالات اليوم القضاء على فلول داعش في آخر مناطقه كيف تنظر إلى الموضوع وهل فعليا الحويجة هي آخر معاقل التنظيم في العراق بأن هناك بعض الجيوب أو بعض المناطق في العراق ما زال فيها التنظيم نشطا أو متواجدا على أقل تقدير يعني أكيد مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام وعلى الفريق الركن عبدالوهاب السعدي أهلا أحد قادة الأبطال من جهاز مكافحة الإرهاب حقيقة الانتصارات التي تحققت على كيان داعش الإرهابي وانهياري في الحويجة كانت متوقعة لكن بالمقابلة كانت تسير باتجاهات يعني أو صفحات وبالتالي هذه الصفحات كانت تتجه نحو أفق يعني أنه كبير من قبل القوات العسكرية العراقية وبالتالي أصبحت على مرحلتين وهذه المرحلة الأولى التي كانت بثلاث صفحات والمرحلة الثانية كانت بصفحتين وبالتالي الصفحة الثانية تكللت بالنصر في مركز الحويجة ومن ثم انهار التنظيم منهيار كامل في الرياض وبالتالي اكتملت العمليات العسكرية وتنتظر فقط يعني أنه عمليات التطهير لإعلانها من قبل قائد عمليات قادمونيا حويجة وبالتالي هذا نصر كبير للقوات العراقية باختزال الزمن بالعمل المشترك والقضاء على هذا التنظيم الإرهابي دكتور حسين إذا كنت مطلعا لا أدري أو لديك معلومات عندما نتحدث عن النصر غلى داعش في الحويجة ماذا عن أفراد تنظيم داعش هل تم اعتقال أحد منهم أو بعض منهم هل هناك جثث هل هناك قتلى للتنظيم في هذه المعركة نعم أكيد هناك جثث وهذا ظهر في السوشال ميديا لقتلى المقاتلين للتنظيم وكذلك بالمقابل هناك ما بين أربعمائة إلى خمسمائة قد سلموا أنفسهم منذ تقريبا أكثر من عشرين يوما لغاية اليوم والمحور الشمالي وكانوا يسلمون أنفسهم أما في الغالب إلى قوات البشمرقية وكذلك إلى القوات العراقية والباقي حاول الفرار لكن لاحظنا الأمس بدأت تظهر هناك كان بث مباشر كيف استطاعت القوات العراقية بمختلف صنوفها من قتلهم في بعض النقط والعقد الجغرافية التي قد تكون صعبة إذ يستخدمون الأنهر البسيطة وكذلك يحاولون استخدام المحطات إلى آخر لمحاولة الهروب من إيران القوات المتقدمة لكن بالمقابل للقوات الجوية العراقية وطيران الجيش كان لهم بالمرصاد وقتل أغلبهم ومن ثم الآن عثنا عملية التطهير التي ستحدث اليوم وخلال الأيام المقبلة يعني قد يتم ممسك البعض منهم الذي قد يكون مجروح وقد بقى في أحد المواقع أو أنه قد يكون هناك من المقاتلين الذين ما زالوا يحاولون الفرار لكن لا يستطيعون الأعروب وبالتالي سيتم السيطرة عليهم يعني قبل حتى قبل بدء معركة الحويجة ضد تنظيم داعش كانت هناك العديد من التقارير والأنباء تتحدث أن هناك انقساماً وخلافاً بين قادة داعش الأجانب والعراقيين وأن هناك عدد كبير من القادة في الحويجة فروا منها قبل بدء المعركة ضدهم إلى أين ذهبوا؟ ما صحة هذه الأنباء من وجهة نظركة ومتابعاتك للموضوع؟ يعني أكيد الصراعات الداخلية داخل كيان داعش الإرهابي كانت واضحة جداً وخصوصاً أن المنطقة كان في غالبية من المقاتلين المحليين الذين هم ينتمون إلى ما يسمى بين قوسين النقشبندية وهؤلاء يمثلون مقاتلي البعث المحضور وكذلك من المقاتلين المحليين الذين فروا من معارك الموصل وكذلك معارك تل عفر ومعارك غرب الموصل وبالتالي هؤلاء تجمعوا في الحويجة وتوقعوا أنهم سيستمرون بالقتال لكنهم فشلوا من ثم بدأوا يتصارعون بعد أن حصروا من كل الجهات وبالتالي حاول البعض الفرار لكنه استطاعت القوات البشمرقة وكذلك القوات العراقية والقوات الاستخبارية من قتل 17 إلى 20 قيادي مهم جداً في تنظيم داعش الإرهابي في العراق وعلى وجه الخصوص في الحويجة وكانوا في كل مرة ينصبون أمير واستطاعت الاستخبارات العسكرية واستخبارات جهاز مكافعة الإرهاب وكذلك جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني من اختراقهم والحصول على كميات هذه المعلومات ومن ثم قتل وضرب هذه القيادات أثناء الاجتماع وبالتالي هم مزقوا تمزيق كامل يعني قد يكون نسبة الهروب نحو كردستان لا تكاد تتعدى حقيقة العشرة إلى 12 أو 14% من حجم المقاتلين الذين كانوا في الحويجة وهؤلاء هم أغلبهم الآن تم السيطرة عليهم من قبل قوات البشمرقة لكن بالمقابل إلى أن الصراع المحلي الأجنبي هو الذي خلخل التنظيم الإرهابي داخل الحويجة والتالي استخمرته الأجهزة الاستخبارية ومن خلال حزمة كبيرة من الوصول إلى الأهداف والأوكار التي كانوا يجتمعون بها شكرا جزيلا لك دكتور حسين غلاوي الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من بغداد ترجمة نانسي قنقر